اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يحسم في صفقة النجم المنتخب المغربي المدافع شادي رياد من برشل هنا اكدت فوت ميركاتو ان الدول المغربي سفين امرابط لن ينتقل الى اي نادي ما لم يحصل على عرض يناسبها ورفض امرابط تحدث عن احتمالية الانتقال للعب في الدول السعودي بالرغم من التكاهنات حول اندمامه الى نادي الاهلي بعرض كبير ويفضل سفين امرابط البقاء في فريقه الحالي فيرونتينا اذا لم يلتلق عرضا يناسب طموحاته ورغم قلة الوقت المتاح وصرعة اقتراب نهاية فترة الانتقالة الصيفية دون وجود عرض ملموس له ولادارة النادي يظل التفاعل قائما في نادي فيولا بظهور عرض مناسب في اي لحظة وهناك ايضا تقارير تفيد بان نادي مانشستر يونيتد الانجليزي مهتم بالتعاقد مع النجم المغربي سفين امرابط في اي وقت قد يتاح فيه الفرص اثنى النجم البرازيلي السابق روبرتو كارلوس على قدرات التي يمتلكها الدول المغربي اشرف حكيمي لاعب بايزان جرمان معتبرا انه واحد من افضل اظهر اليمنى التي عرفها التاريخ اللعباء وقال الظاهر الايسر السابق للمنتخب البرازيلي واندي عديدة ابرز غلريا المضيدة في تصريحة علمية اشرف حكيمي واحد من افضل اظهر اليمنى التي يعرفها التاريخ حاليا وكان اشرف حكيمي قد اكد غير ما مر انه معجب بمصار الكروي الذي وقع عليه كارلوس مشيرا الى انه احد اللاعبين الذي عوله في نشأتها ويشار الى ان اشرف حكيمي البالغ من عمر رابيه والعشرون سنة لازال مرتبطا مع نديه بايزان جرمان بعقد يمتد لصيف سنة 2026 بينما تبلغ قيمته التسويقها 65 مليون يورو حسب موقع ترانسفير ماركت ابدى ديفيد مويس مدرب نادي فريق وسام يونيتد الانجليزي لكرة القدم رغبته من جديد في ضم المهاجم المغربي يوسف انسيري لها فريق اشبيل اسباني خلال مركات الصيف الجاري واوضحت صحيفة دي اكسبير بريطانية ان ربان مطارق مستعد لمحاولة مرة اخرى مع الفريق الاندلوسي لضم انسيري في الصيف الجاري واشارت الصحيفة البريطانية الى ان مويس معجب كثيرا بطريقة لعب يوسف انسيري ويريد انتدابه رغم محاولة فشلتين لضمه في المصناطي ومن المتوقع ان يبدأ المطارق الموجة تسويق في الاسابيع المقبلة من المركات الصيف الجاري بعد ان احصل اخيرا على صفقة بقيمة 100 مليون جنيه استرليني لبيع القائد السابق ديكلان رايس الى ارسنال ومن جهته يعين الفريق الاندلوسي من ديون متزايدة وقايد يضطر لبيع اللاعبين الرئيسيين من قبيل ياسين بونو ويوسف انسيري حيث تجدر الاشارة الى ان الدولي المغربي يوسف انسيري كان قد ارتبط بالانتقال الى فريق اللندوني حيث قدم او اسهام اول عرض لاشبيريا في صيف سنة 2021 بات الدولي المغربي ايوب الكعبي قريبا من استعناف مشواره الكراوي بتركيا بعدما اضحى قريبا من الاندمام الى الصاعد حديثا الى الدولي الدرجة الاولى التركي سامسون سبور واكد موقع سامسون غازي ستي التركي ان الكعبي المهاجم السابق لهاتاي سبور قد اصبح قريبا من مجاورة الصاعد حديثا الى الدولي الدرجة الاولى التركي سامسون سبور ابتداء من الموسم الرياضي المقبل ويسعى نادي سامسون سبور المتوج ببطولة الدرجة الثانية الثوركي إلى إبرام تعاقدات قوية من شأنها أن تعزز حضوضه في المنافسة سبورلينغ الموسم المقبل وكان الكعبي قد حمل الوانسد القطاري في آخر محطاته في خمس مباريات بالشرط الثاني من الموسم الماضي وإستطاع تسجيل سبعة أهداف واحتلال مركز تالي رفقة الفريق في الدول القطاري ويصار إلى أن الكعبي بات لاعبا حرا وذلك بعد نهاية العقد الذي كان يربطه بالنال السد بنهاية الموسم الرياضي المقبل بعد النجم المغربي شادي رياض قريبا من الانتقال إلى ريال بيتسل إسباني خلال الانتقالات الصيفية الحالية وذكرت صحيفة منذ دي بورتيفو الإسبانية أن رياض قريبا من الانتقال إلى نادي ريال بيتس على سبيل إعارة لمدة موسم واحد مع حقية شراء ويسعى نادي برشلونة لإعارة شادي رياض من أجل تمكينه من دقائق لاعب تمكنه من التطور في دل صعوبة فرض نفسه في الوقت الراهين على المدرب شادي رانديس للمنافسة الكبيرة في خط الخلف للفريق الأول وكان شادي رياض من سنة أفراح المغربة في كأس أمم إفريقيا الأقل من 23 سنة بتحقيقه من لقب الإفريقي الأولمبي لأول مرة في تاريخ المغرب شكرا على فصل المشاهدة لا تسرعي الشراكة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أخبار المغربية ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر